عقد المجلس الأعلى للأمن السايبراني اجتماعا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعط تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السايبرانية والأعطال التقنية والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية وذلك للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السايبراني في مختلف قطاعات الدولة كما ناقش الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السايبرانية والأعطال التقنية التي تشمل وضع خطط استباقية لتفادي حدوث هذه الهجمات السايبرانية واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السايبرانية وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية